تفقد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين عددا من المشروعات الخدمية بقرى مركز مطوبس ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتشمل المشروعات مدارس ونقطة إسعاف ووحدة صحية ومجمعات خدمية وتوسعات في محطة الشرب ومركز شباب وموقع إقامة عمارات سكنية ضمن سكن كريم كما تفقد المحافظ مشروع توسعات محطة مياه الشرب الشمالية بقرية الجزيرة الخضراء ومدرسة السيد البدوي للتعليم الأساسي ومشروع إنشاء نقطة إسعاف السيد البدوي ومشروع إنشاء المجتمع الخدمي بالجزيرة الخضراء والأعمال الجارية بمركز تنمية الأسرة والطفولة بالجزيرة الخضراء مركز مطوبس عندنا بيشمل 10% من السكان 10% من مسطحات الأرض بيشهد تغيير نوعي في كل الخدمات سواء المرافق مية وصرف وصحة وتعليم سواء إحلال كامل أو إنشاء جديد أو إحلال جزئي نقطة إسعاف وحدات صحية مدارس بمختلف أنواحها كل أجلس الدولة متشاركة في أن هي تنهي في المواعيد المحددة ولن يعقنا زي ما سمعت النهاردة أن نحن دخلين على شهر الرمضان المبارك لا العمل مستمر ترجمة نانسي قنقر